موسيقى نناقش في حلقة الليلة بالبحث والتحليل هادين الملفين بعد تكثيف العمليات الإرهابية في مصر مصر في مواجهة فنول الإرهاب هل ينجح اجتماع دبل في خلق حراك أوروبي لمواجهة ما يعرف بصفقة القرن؟ موسيقى بتصاعد المواجهات بين الأمن المصري والجماعات الإرهابية بعد تكثيف عملياتها تثار أسئلة عدة لماذا كثفت الجماعات الإرهابية من عملياتها الأخيرة؟ وما المغزى من التوقيت؟ هل تعتمد في القاهرة على ما يعرف بظاهرة الدئاب المنفردة؟ وكيف تستثمر ذلك تنظيم الإخوان الإرهابي؟ وكيف يختلف أسلوب عمل الجماعات في القاهرة؟ وداخل المدن عن عمل الجماعات الموجودة في سينام؟ وما هو دور الدعم الدولي الذي تتلقاه تلك الجماعات؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها للنقاش على ضيوف الجزء الأول من هذه الحلقة من وراء الحدث ولكن بعد هذا التقرير مع تواصل الضربات الاستباقية التي توجهها قوات الجيش والشرطة المصرية للعناصر الإرهابية يتكشف انحصار المساحة التي باتت تتحرك فيها فلول التنظيمات الإرهابية في مصر في تلك المساحة الضيقة جاءت عمليات مسجد الاستقامة بالجيزة وهجوم العريش في الأسبوع الماضي وأخيرا تفجير الإرهابي المسؤول عن عملية مسجد الاستقامة نفسه في وسط القاهرة بعد نجاح قوات الأمن في القصول إليه البيان الذي أعلنته وزارة الداخلية المصرية بشأن حادث الدرب الأحمر أكد نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هوية العنصر الإرهابي الذي ألقى العبوات البدائية يوم الجمعة بميدان الجيزة ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث أعلنت وزارة الداخلية خط سير العنصر الإرهابي ومواصفاته مدعوما بمقاطع فيديو تؤكد دقة المعلومات الأمنية التي تعقبت العنصر الإرهابي في إحدى المناطق الشعبية أجهزة الأمن نفذت كذلك عدة ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وذلك خلال الفترة الأخيرة ما ساهمت في تراجع وتيرة العمليات الإرهابية ومن بين هذه الضربات يعلن وزارة الداخلية مقتل ستة عشر إرهابيا في مداهمات لوكرين في العريش بشمال سيناء العام الماضي كان شاهدا أيضا على ضربات أمنية وعسكرية سواء على الأرض ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء ومختلف محافظات مصر أو عبر عمليات ذات امتدادات عابرة للحدود في إطار العملية العسكرية الشاملة التي أطلقها الجيش المصري في فبراير الماضي وينضم إلينا بالستوديو ألوى أحمد إبراهيم كامل نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق والسيد ماهر فرغلي خبير في شؤون الجماعات الإسلامية مرحبا بكم سيد الواء أبدأ معك كانت المؤشرات حتى آخر 2018 تشير إلى تراجع كبير في نسبة العمليات الإرهابية لماذا الكثافة في العدد خلال الفترة الوجيزة الماضية طبعا اللي قامت بالقوات المصلحة خلال العملية الشاملة سيناء 2018 كان مجهود كبير جدا وأنا حاصر عدد الأعمليات اللي اتعاملت وعدد المدهمات اللي تمت والعدد الإجمالي ما تم خلال 2018 يعتبر يبين حجم المأورة المأمرة اللي كانت بتتعرض لها مصر خلال الفترة السابقة أهم الرقم حقيقة توقفت عنده كان إيه؟ أنا أقول حضرتك حاجة يعني الأهم الرقم اللي كان بيمثل مفاجأة بالنسبة لك مفاجأة بالنسبة لي أنا مثلا حجم ضبط وتدمير العربيات للدفع الرباعي أكثر من ألف ومتألف 62 عربية هذا الحجم الرهيب جدا وتكلفة هذه العربيات ومحملة بالأسلحة والمعدات سواء من اتجاه الاستراتيجي الجنوبي أو من اتجاه الغربي هذه المعدات لو دخلت مصر في هذا التوقيت أو خلال هذه المرحلة كانتها تبقى عبارة عن حجم جيد كتير جدا من التهديدات وحجم جيد من الخسار اللي ممكن تنال سواء زباط الشرطة أو زباط القوات المسلحة وبالتالي بيتعرض الأمن القومي للخطر الجزء الثاني اللي أنا عايزة أقف قدامه بس اكتشافه تدمير أكثر من 1685 عبوة نسفة إثناء تنفيذ المدهمات هذه العناصر الإرهابية الإجرامية بتتعرض القوات المسلحة أو بتحد من عملية المدهمات وعملية تنفيذ أو أفرض الأمن في شمال تينا في هذه المرحلة الجزء الثاني اللي أنا عايزة أتكلم عليه حجم المواد المخدرة اللي كانت مفروض تخش البلد سواء من المواد المخدرة اللي موجودة أو اللي تم دبطها أكتر من مئات الأطناء في نفس الوقت ملايين الأقراص المخدرة اللي ممكن تتعرض لها سواء شباب مصر أو المجتمع المصري بيحصل نوع من التفكك الأسري والاقتناعي وبالتالي ده كله بيصب في مصلحة التهديد اللي بيأمن الأمن القوم المصري وبالتالي بيسبب نوع من عدم الاستقرار وعدم الأمن في مصر فخلال هذه المرحلة وبالعمليات اللي تمت في المدة اللي فاتت نلاحظ أن من نهاية 2018 قلت العملات اللي هرهابية مع تصاعد الدور المصري سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي ومصر ابتدت عجلة التنمية تمشي في البلد ومصر حاليا بتقود الاتحاد الإفريقي وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية طلع مؤتمر ميونخ للأمن وأول رئيس عربي بيخاطب المجتمع الأوروبي من خلال مؤتمر ميونخ للأمن كل دي حاجات بتعمل نوع من الأرباك أو معدم الاتزان بالنسبة للعناصر الارهابية ومن يوولها وبالتالي ابتدت تعمل نوع من الضغط على عناصرها الإجرامية اللي موجودة في مصر بحيث أن هي تنفذ حجم من الأعمال الإرهابية اللي تؤدي إلى لسه أن في عدم استقرار داخلي وأن هما لسه موجودين على الأرض ومازال الإرهاب ممكن يأمن مصر ويهدد مصر وبالتالي بيأثر على حاجات كتيرة جدا على التنمية وعلى السياحة وعلى خطة التنمية وعلى الاستقرار وعلى الاستثمار اللي ممكن يأثر على مصر للفترة اللي احنا موجودين فيه سيد مير هل هناك علاقة ما بين هذه العمليات في الفترة الأخيرة والحراك السياسي اللي موجود في الداخل المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية طبعا فيه تراجع للعمليات كان زي مالسيت اللي هو تفضل في عام 2018 بعد العملية الشاملة في عوامل أثرت على أو بتساهم أو بتساعد على عودة هذه العمليات واحد احنا النهاردة بنتكلم عن موجة العائدين بقى يعني احنا بنتكلم عن موجة ترامب بيهدد منذ أيام بيهدد أوروبا بأنه عنده ناس مسجونين لازم يرجعوا وتستقبلهم أوروبا وأوروبا فيه معضلة فيه ناس في السجون فيه ناس شاردة وهاربة انتقال لهذه التنظيمات إلى مدن ساحلية أو ساحل السحراء اللي هو في جنوب ليبيا وفي وسط ليبيا في الجنوب بنتكلم عن هذه الموجة بتؤدي إلى ارتدادات في الداخل المصري ده واحد اتنين تنظيم العلامي الجماعة الإخوان المسلمين والإنهاك اللي حصل ليه والانشقاقات والانشطرات اللي حدثت داخل تركيا وتسليم بعض العناصر ومنها محمد عبد الحفيز مؤخرا ده مؤثر على العناصر اللي في الداخل أيضا أدى إلى شروط بعض العناصر لتنظيم داعش بعد تبليغ خيادات الإخوان عن أفرادهم وتسليمهم لأفرادهم لأنه ده اتهامات متبادلة وواضحة جدا وصلت لأقسام الشرطة في اسطنبول فاحنا بنتكلم النهاردة عن هؤلاء الشاردين اللي هم جايين من حدودنا الغربية والشاردين اللي هم جايين من بره مرتدين من الخارج هم اللي بيحاولوا أن هم يعملوا بعض العمليات لكن الامتهاء العمليات الشاملة كان منتهي نهاية قوية جدا بأن في عمليتين فقط اتعاملوا خلال العام الماضي لكن بعد كده كانت كل الأمور تحت السيطرة التامة هذه الحادثة حتى هذه اللحظة لا الداخلية أشارت ولا أي حد مصدر رسمي أشار الاتجاه التنظيمي لهذا العضل هل هو صعب حادثة الأمس هل هو من حسن أم هو من داعش لكن هو في الحقيقة بوجهة نظري الشخصية المتوضعة أن هذا الشخص هو عبارة كان من جماعة الإخوة المسلمين من حسن لكن في ذات الوقت هناك تواصل ما بين حسن ما بين داعش في الأون الأخير هذا التواصل أدى إلى تنسيق عملياتي عملية في سينة بتحدث ورد عليها مباشر جاية من الجيش المصري وهذه العملية اللي كان هذا العضو بيحاول أعملها أو بعض العملية اللي كان عاوز أعملها بدءا من حادث المريطية في اللوتوبوس السياحي وحتى هذا الحادث اللي هو أمس فالأمور كلها طبعا الأمور السياسية اللي في الداخل اللي هي بتتعلق بالمناقشات مواد الدستور أو التطور الاقتصادي والتطور التنموي في الدولة لا بيؤدي إلى يأس وإحباط لدى جماعة الإخوان المسلمين وللجماعات العاملة اللي هي حليفة وشريكة الجماعة الإخوان المسلمين بيحاولوا إفساد هذا الجارب بنحية الضرب في النحية الأمنية أو الضرب في النحية الاقتصادية هذا شيء واضح نضم إلينا الآن دكتور نصر سالم الخبير العسكري سيادة اللواء هذه النجاحات الأمنية في الفترة الأخيرة شاهدنا محاولات خلال الأيام الماضية من أجل الرد عليه ولكن حتى المؤشرات الاقتصادية العالمية تشير أن هناك تفرة وأن هناك تقدم وأن المستقبل يحمل الكثير لمصر إذا سارب بنفس المنوال هل في المقابل هذه الجماعات تشعر باليأس أم تسعى لزيادة الانتقام؟ بداية أنا أستمن على الضيفين اللي عندك اللي هو أحمد أستاذ ماهر نتكلموا كلام طيب جدا وأحب أوضح حاجة مهمة جدا الإرهاب عندما ظهر في منطقتنا العربية مع نقول ما سمي بالفوضى الخلاقة أو الربيع العربي كله مرتبط ببعضه سواء كان في سوريا في مصر في ليبيا في اليمن في العراق في كل منطقتنا العربية وكان واضح أنه بتديره جهة واحدة وبتنسقه أو بتموله دولتين معروفين دلوقتي عشان برضو نربط إيه اللي بيحصل دلوقتي بعد كل النجاحات اللي حصلت نشوف إيه اللي بيحصل دلوقتي على مستوى العالم وخاصة أن الرئيس الأمريكي منذ وصل إلى سدة الحكم هو من قبلها حتى في حاملته انتخابية أنه سينهي الفترة الإرهابية دي أو سينهي الإرهاب في العالم إذن احنا بنقول دلوقتي أنه فيه توقف كامل لعملية التمويل أو على الأقل بأوامر أنه خلاص انهي الفترة دي مش عايزين إرهاب أكتر من كده وبالتالي مدام فيه توقف للإمداد أو للتمويل لهذه الجهات الإرهابية من يخطط ومن يدير هذه العمليات زي ما احنا شايفين والإعلان اللي قاله ترامب لسه وبيقول له الدول الأوروبية خدوا الأعضاء بتاعكم اللي هم في داعش خدهم عندهم حكموهم الناس دي كلها عاملة ألأ وعملة صداع لمن جندهم ومن يديرهم وبالتالي وده تقديري أنهم بيدفعوا هذه العناصر في عمليات انتحارية لتحقيق هدفين رقم واحد أنه يعمل أي خسار يقدر عليها في مصر وده هدف مخطط لي من البداية رقم اتنين وده الهدف المرحلة دلوقتي أن يتخلص من هذه العناصر وأنا تبريلي لهذا أنه لو عايز يعمل خسائر بس كان دفعها تضرب زي بتاع العريك اللي من يومين ما يدفعاش تضرب راسها في الصخر في ارتكاز أمني قوي ويعلم تماما أن القوات المسلحة لن تترككم بأي حال من الأحوال وسوف تكتث أسارهم تماما كان ممكن يدفعهم في منطقة رخوة لهدف سمين كمدرسة كنيسة تجمع في مدان في أي حاجة يعملوا نفس الخسائر يعني خسائر مضاعفة ويعملوا ساوند عالمي إنما من خطط لهم سواء كان في سينة أو حتى هذا الانتحار اللي تنفذ مبارع في منطقة الأزهر كل دول هناك يعني الاتجاه للتخلص منهم أو نفذوا عمليات وفي نفس الوقت يتخلص منهم لكي لا يتحولوا إلى شوكة في حلق من خطط لهم ومن أوجدهم فهنجد معظم العمليات إذا كان فيها عمليات هتتم بعد كده كلها بعد تصريحات ترامب وبعد الاتجاه بتاع أوروبا أنه تخلص من كل العناصر اللي لديك لكي لا تصبح شوكة في ظهرك أو في حلقك في الأيان القادمة نعم طيب سيدة الأحمد يعني هذا الإرهاب الذي نعاني منه كان في سيناء وفي المحافظات فكرة الربط ما بين هذه الجماعات وأيضا ما يدور داخل المحافظات هل يمكن أن يكون هناك رابط مشترك بينهما؟ طبعا هم كلهم بيطلعوا من رحم جماعة الإرهابية واللي أعلنت اللي هو التنظيم العسكري بتاعها الحاسم أعلن ولقه وانتماؤه لدعش إحنا هنبص نلاقي أن يوم الأربع الفائت تم تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة من المنفذي اللي هم عملية قتل اللواء النبيل فراج مساعد مدير أمن للإنجيزة خلال عملية الهجوم على اسم كرداسة والجزء ده طبعا نوع من عمليات الأخذ بالسقر وأنهم موجودين ولسه موجودين على أرض الواقع في نفس الوقت اللي موجودين في سيناء عبارة عن خلايا كامنة موجودين في المناطق الجبلية والمناطق الوعرة بينفذوا أعمال عسكرية أو أعمال شبهة عسكرية ضد قوات التبركز الأمنية في سيناء من خلال تنفيذ بعد العملات اللي هي عملية بنسميها اضرب وهرب أو الناس دي بتجمع نفسها بتعمل أعمال من الاستطلاع والتأكيد لأوضاع العناصر الأمنية اللي موجودة وبتنفذ هذه العملية لصالح طبعا مخططة أجنبية عايز أربط الجزئية ده برضو ممكن الأستاذ ماهر يساعدني فيها الجزئية أن احنا تم فتح معبر من رفح اعتبارا من يوم الجمعة اللي الفائت وبالتالي احنا دايما بنربط بعض الأعمال الارهابية مرتبطة بعملية فتح المعبر وبالتالي أنها لازم يكون الجهزة للأجهزة الأمنية والعناصر الموجودة في قوات المسلحة وعناصر جمع المعلومات تبتدي ترصد هذه العملية ونبتدي نمشي وراء هذا الخط أن كل ما يتفتح المعبر وكل ما نسمح للأخوة الفلسطينيين اللي هم يعدوا نلاقي الجزء ده بيجي بالسلب على الأمن والأمان خاصة في منطقة شمال سيناء فبنربط هذه العملية بالعناصر الارهابية اللي موجودة في قطاع غزة وبالتالي يبقى لازم الحماس يكون لها نوع من الأمن والتأثير الأكتر بحيث أنها تمنع هذه العناصر ملعبور من خلال الأنفاء لأن في البيان العسكري اللي تم خلاله يومين للفاته دول تم اكتشاف برضو أربع أنفاء رغم أن القوات المسلحة لالفترة اللي فاتت تم تدمير أكتر من ألفين نفاء وبالتالي هذا المنبع أو هذا الاتجاه يعتبر تهديد لأمن القاوم المصري وإحنا من هنا بنطلب من حماس أنها تكون أشد سيطرة على الحدود بيننا وبين غزة في هذا التوقيت لأن هذا بشكل تهديد لأمن القاوم المصري سيد سميري بالتأكيد هذه الجماعات لا يمكن أن يكون لديها قناعة بأنها تستطيع أن تهزم الجيش المصري فما الهدف من كل هذه الحملات أو كل هذه العمليات العسكرية خاصة في الفترة الأخيرة وما منيت به قبل ذلك وفق ما ورد في كتابهم الكبير وهو دعوة المقاومة الإسلامية وهو أن هذه العمليات مثل أمواج البحر تزيد وتنقص وتتغير المكان من مكان إلى آخر كل فترة وهذه العمليات الهدف منها هو النكاية لا هدف منها سوى نكاية الأنظمة يعني بيسمون جهاد النكاية يعني أقوم بعملية تؤلي من نظام حتى لو كانت عملية صغيرة فهو ليس له هدف سقاطه لن نستطيع أن يسقط دولة خاصة أن مصر كذلك لها تجارب تاريخية طويلة جدا في هزيمة هذه المعركة وهم على دراية بذلك أنهم سوف يهزمون لا محالة في هذه المعركة ولذا ما يقومون بها هو جهاد النكاية فقط هم الخلافة أو مشروع الخلافة سقط بوضوح جدا لداعش في العراء وفي سوريا وسقط هذه الدولة فتحولوا إلى ما يسمى الجهاد الافتراضي لإعادة الخلافة من جديد مرة أخرى وشكلوا نفسهم من التمكين إلى الانتشار من التمكين إلى الزيوع إلى أن يكونوا خلايا الرجوع إلى ما قبل عام 2006 هو تشكيل مجموعات نواة صلبة من عدد من الأفراد هذه النواة تبحث عن تمويل ذاتي ثم بعد تمويل ذاتي يقومون بتجنيد افتراضي عبر الشبكة وعبر الإنترنت وتخذوا أي فرصة مسبوقة للتجنيد ثم بعد ذلك يقومون بتقسيم هذه المجموعة إلى خلية منفزة أو إلى خلية للتمويل وخلية للتدريب وهكذا ثم يقومون بعمليات نكائية للدولة المصرية أو لأي دولة أخرى الآن الأمور تتطور هل الهدف بعد ذلك طرح مثلا مبادرة منهم أو انتظار لمبادرة مثلا من مصر هناك معلومات غير مؤكدة أن إبراهيم منير من لندن انتقل إلى إسطنبول في أحد اجتماعات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين فيه أواخر العام الماضي في منتصف العام الماضي وأكد لقادة تنظيم الإخوان قال لهم أوقفوا عمليات حسم في مصر إلا سوف يسلمكم إلى المخابرات البريطانية فهو هددهم بالمخابرات البريطانية فهناك جزء اللجان النوعية داخل جماعة الإخوان المسلمين الذي شكله القيادي المقتول محمد كمال من قبل هناك جزء فيه رفض هذا الانصياع لهذا لأوامر إبراهيم منير وهو الجزء الذي يقوم بالعمليات في مصر كل فترة ليس هذا معناه براءة جماعة الإخوان المسلمين من هذه العمليات لكن هي استراتيجية وسياسة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين عقب إعلان ترامبا أن حسم هي منظمة إرهابية فهم أرادوا أن يوقفوا عمليات حسم ليعادة تشكيل مجموعات جديدة بأسماء جديدة وبمظاهر جديدة وبنوعيات جديدة ست اللوع نصري في بداية العمليات الإرهابية في سيناء كان هناك حرص شديد من القوات المسلحة على المدنيين في هذه المنطقة ولكن عندما يكون الإرهاب داخل المدن وهي الأكثر كثافة وأكثر ازدحاما كيف يمكن التعامل مع مثل هؤلاء الإرهابيين اسمح لي هتكلم على التعامل مع الإرهابيين بس بعد الكلام اللي قاله الأستاذ ماهر واللفة الطويلة العريضة الحلوة دي أنا عايز بس أضيف أو أزيدكم من الشعر بيتا أن العملية بدأت من برجينيسكي في التمانينات لما فكرت أمريكا إزاي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية وبرجينيسكي عاهد بهذه الفكرة إلى برنارد لويس الصهيوني الأمريكي اللي حط خريطة تأسيم الدول العربية إلى دويلات وبرنارد لويس بعد ما رسم الخريطة الدول سعد الدين إبراهيم عشان يقول لنا إيه الحل ومين اللي جاهز ينفذ الخريطة دي فكانت اللفة الكتاب اللي عمله سعد الدين إبراهيم في مركز الدراسات بتاعته وطلع بتاع وحدة الشهوب العربية اللي هو بيقول إزاي تفكك الدول العربية في صورة إيه 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 عوامل الوحدة وإيه عوامل الفرقة فهو ركز قوي على عوامل الفرقة وركز على الإثنية الدينية وهو من رشح عليهم تنظيم الإخوان المسلمين لكي يقود عملية التفكيك اللي هم عايزينها دي دي نسيبها بقى بعد كده لأننا حبيت بس أضيفها لأن هم من البداية إزاي وصلوا للإخوان وسعد الدين إبراهيم رشحهم وهم بدأوا المشوار بتاعهم من الفترة من 2010 بدأ في مصر تحديدا المهم عايزين نقول بعد كده إزاي نتصدى للإرهاب الإرهابي أحط نقط على الحروب بس إن الإرهابي يملك عناصر المفاجأة الأربعة هو الذي يختار المكان اللي هيهاجم فيه هو الذي يختار التوقيت ويحدده يختار الأسلوب اللي هيهاجم به يختار السلاح اللي هيستخدمه وده أنا بيبقى رد الفعل بتاعي دايماً فبالتالي هو يعني أنا بواجهه برد فعل وبالتالي هو بيضمن النجاح بنسبة 50% قبل ما يتحرك من مكانه ولو العملية انتحارية هو ضمنها بنسبة 100% لأنه أينما استوقفته فجر نفسه طب من إيه اللي يحصل وهنجد إن كنا دائماً النجاحاتنا بتعتمد على ضربات الاستباقية وإلا إذا لو أنا انتظرتم لحد ما ياخد المبادئة ويحقق المفاجأة يبقى هو اللي نجح الضربات الاستباقية بتعتمد على المعلومات أجهزة المعلومات بتاعتنا ما بتنامش لو كان في القوات المسلحة ولا في أمن الدولة ولا المخابرات في كل المجالات الناس دي ما بتنامش بس مش هحط في كل شارع وفي كل حار وفي كل بيت عين ليا احنا بنطالب كل الشعب المصري انت لو شكت يعني الناس اللي شافت الراجل بتاع الدرب الأحمر مبارح ده ده أكيد الناس اللي شايفه في البيت اللي هو فيه وبيروح هو واحد غريب ومش عارفينه لو حد شك فيه بحس أمني وبلغ كنا تجنبنا كثيراً من هزير خساير فبنقول لكل شعب مصري خلي عندك حس أمني دازم تاخد المبادئة وتبلغ مش هيجر حاجة لو البلغ ده طلع غلط محدش هيجي حاسبك إنما المشكلة لو ما بلغتش والإرهابي عام بالعملية بتاعته فده بنوناشط كل المواطنين في مصر اللي بيأجر شقة مسفروشة أو إيجار جديد أو اللي بيشك في حده قدامه في عربية قدام البيت فأي حاجة يبلغ لأنه هو ده اللي هيمنع الإرهابي من أنه يحقق المفاجأة أو يمتلك عنصر المبادئة وبالتالي أنا يبقى تصرفي رد فعل وأي أن كان رد الفعل ما بيبقاش بنفس القوة بتاعة الضربات الاستباقية سيد سمير الإدانات تأتي بعد أي عملية عسكرية تقريباً من معظم دول العالم لمصر ومصر أيضاً تواسي بقية الدول عندما تتعرض للإرهاب لماذا لا يكون التعاون بشكل عملي هناك دول تبعث ببرقيات تعازي ولديها من هم محكوم عليهم بأحكام وعلى علاقة بهذه الجماعات الإرهابية وهي تأويهم وتقيهم لديها وتحميهم أيضاً هناك مشكلة حقيقية في هذه المسألة هي مشكلة استخدام بعض هذه الدول لهذه التنظيمات بشكل وظيف لأنها توظف هذه التنظيمات ولكنها عانت من هذه التنظيمات لديها وعاني من هذه التنظيمات لكنها تستفيد منهم في جوانب كثيرة جداً على سبيل المثال لو ضربنا مثلاً بتركيا على سبيل المثال يعني تركيا نحن نعلم أن هناك خطة وضعت في مزارة الخارجية الأمريكية في عام 2002 بموجبها استخدام تنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة العربية كما تفضل سيادة اللواء من منزل خليل السيد اللواء مصر سالم تركيا ارتقت أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين بحيث تصبح لها امتداد في منطقة الشرق الأوسط بعد رفض الاتحاد الأوروبي انضمام إليه من هنا بدأت توظف جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان في المقابل ارتقت أن تدعم السلطنة العثمانية لكي تشجع هذه السلطنة وتصبح لها يد عند أردوغان فتصبح لها امتدادات أيضاً في الجانب التركي وتصبح هي المرجعية الفقهية والفكرية لحزب العدالة والتنمية إذن كلا الفريقين يعني بيستفيد من بعض سواء الأتراك أو سواء جماعة الإخوان المسلمين من هنا جماعة الإخوان المسلمين لن تترك تركيا الآن وتركيا لن تتنازل عن جماعة الإخوان الآن قد تتنازل عن عناصر المتورطة التي تختلف مع قيادة محمود عزة لجماعة الإخوان المسلمين إذن هي مشكلة قيادية في الأساس والانشقاق داخلهم في الجانب الآخر هي تستفيد تركيا يعني نجد تركيا موجودة في الملف الليبي تدعم بلا أسلحة وبالسفن الحربية المحملة بلا أسلحة نجدها في قاعدة في الصمال نجدها كانت تمر لتنظيم داعش نجدها على الحدود مع الدولة السورية مشكلات كثيرة جداً إذن هي المشكلة في توظيف هذه الطيارات سيدة الواء أحمد يعني العملية الشاملة في سيناء مر عليها فترة ليست بيئة قليلة كم تحقق من النسبة المطلوبة منها حتى الآن بالتأكيد صعب أن نحدد فترة زمنية اللي تنتهي فيها العملية بالتأكيد شيء صعب ولكن بشكل تقريبي كم أنجز أشاء الجيش المصري في سيناء حتى الآن أنا زي ما قلت حضرتك لو رجعنا حجم الإنجازات وحجم النجاحات اللي حققتها القوات المسلحة المصرية بتؤكد أن حجم النجاحات كبير جداً وأن البنية الأساسية للإرهاب في سيناء تم تدمرها من إثبت لا تقل عن 95% 95% حوالاء الأشخاص اللي موجودين في سيناء وهذه العمليات الغرض منها هو إرهاب الشعب السينوي أن خلال الفترة اللي فاتت كان فيه حجم من المعلومات اللي تحصلت عليها القوات المسلحة وتم تنفيذ العمليات من خلالها كان حجم كبير جداً من المعلومات وبالتالي زي ما الله اللي هو عناصر سالم أن حجم العملات الاستباقية اللي تمت وتنفيذ العملات الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات كتيرة فالإرهاب بيرد بيقول أنا موجود موجود على الأرض بحيث أن يعمل نوع من الإرهاب ضد العناصر المتعاونة مع القوات المسلحة ومع الشرطة بحيث أن حجم المعلومات يبتدي يقل وبالتالي يقول أنا موجود على الأرض ويفرض نوع من السيطرة وفي نفس الوقت بينفذ العمليات الأخيرة ديت عشان يؤكد أنه هو موجود على الأرض وينعمل نوع من الفقر أن يقول للقوات المسلحة لا أنا موجود وأنا بنفس هذه الأعمال الأرهابية رغم أن كل اللي بصينا خلال الفطرة اللي فاتت دهيات أن منابع الإمداد للإرهاب ابتدت تجف وبالتالي هذه الأعمال اللي موجودة سواء خلال فطرة الفاطت دي عملية سر محلات الدهب سر البنك في سيناء وبالتالي زي موضوع التمويل والإمداد والدعم الجستي لهذه العناصر ابتدى يجف فابتدوا ينفذوا هذه العملات لتأمين نفسهم وفي نفس الوقت يلاقوا وسيلة أخرى للصرف عليهم وعلى العناصر سواء الموجودة من الداخل أو بعض العناصر الأساسا موجودة من الخارج وتنضم إلى هذا التنظيم الإرهاب سيدة الوقت نصر كيف تستثمر جماعة الإخوان الإرهابية هذه العمليات يعني كيف تستثمر إن شاء الله مش هتستثمر لسبب واحد أن الهدف اللي كان مخطط لها في سيناء وبرضو أكمل بس الإجابة بتاعت سؤال بتاعة الإرهاب في سيناء حقه أهدف ولا لأ نعلم أن الإخوان جاءوا إلى الحكم لتنفيذ دي الاتفاق مع أمريكا مع إسرائيل مع حماس أن تكون هناك أنسيناء جزء من حل القضية الفلسطينية اللي هي فكرة تبادل الأراضي بتاع المستشار الأمن القوم الأمريكي اللي اسمه أسف الإسرائيلي اللي اسمه جورا آيلاند إنه هياخد جزء من سيناء إسرائيل تاخده وتدينه جزء منه من صحراء النقب وبعد كده إسرائيل تدي هذا الجزء لحماس في غزة بدل من الجزء اللي خدوه في الضفة الغربية طبعا هذه الفكرة لما أفشلناها بعد ما أزحنا الإخوان في تلاتين يونيا هم عايزين يحسسونا إن كان أقل تكلفة أن نوافق على تبادل الأراضي وطول ما احنا مش موافقين التمن هيتضاعف كل يوم اللي احنا عمنا دلوقتي إن لا ما دفعناش تمن أرضنا عرضنا كل زر ترامل أغلى من حياتنا كلنا فهذا الهدف بالنسبة لهم لا مجال ليه إطلاقا هذا الهدف في سيناء اتضمر إلى مالا نهاية أما في الداخل هنا هم عايزين أو متخيلين هذا وهذا الهدف أنا بقول مقضي عليه تماما بالفشل إنه هم عايزين يقولوا إحنا موجودين إحنا لدينا تأثير في الشارع طب إنت ملكش تأثير والدستور نص إن الجماعة إرهابية عايز إيه تضغط على الشعب وتضغط على البلد وعلى الجهاز أو على الحكومة والقوة السياسية الموجودة إنك إنت موجود عشان في الآخر يقولوا طب هتوهم يبقوا جماعة سياسية بدل ما هم جماعة إرهابية أعتقد إن ده كل يوم في دم في ثقر بينهم وبين المصريين المصريين كل يوم بيمر يعني بيزيد كراهيتهم لكل من هو إخواني وبالتالي إيه اللي هم عايزينه لن يتحقق رغم إنهم يريدوا الكثير والكثير ولكن كل ما يفعلونه يزيد من حنق وكراهيت المصريين لهم وبالتالي إفشال كل أهدافهم في مصر لواء دكتور رنس سالم الخبير العسكري وأستاذ العلوم الاستراتيجية شكرا جزيلا لك وأيضا اللواء أحمد إبراهيم كامل نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق شكرا لك والسيد فرغالي ماهر فرغالي خبير في شؤون الجماعات الإسلامية شكرا لك مشاهدين متواصلون معكم في وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل هل ينجح اجتماع دبل في خلق حراك أوروبي لمواجهة صفقة القرن بسعي أرلندا لقيادة حراك أوروبي للتعامل مع الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال عقد اجتماعات دبل تطرح أسئلة عدة لعل ما هي أهمية هذا المؤتمر وما هو المغزى من توقيته وكيف يمكن قراءة الأطراف المشاركة فيه وما هو الدور المأمول من أوروبا لمواجهة التحيز الأمريكي وكيف يمكن استثمار ذلك عربيا وفلسطينيا وكيف ستتعامل مع واشنطن والتي لا تكترث بغير رؤيتها هل تعتزم واشنطن المضي في فرض رؤيتها والتي تعرف بصفقة القرن وهل تنتظر فعلا لما بعد الانتخابات الإسرائيلية أبريل المقبل هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيوف الجزء الأخير من هذه الحلقة من وراء الحدث ولكن بعد هذا التقرير في العاصمة الأيرلندية دابلين وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام اجتمع ممثل سبع دول وأمين عام جامعة الدول العربية لبحث الإجراءات الممكنة للتعامل مع ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية ويسعى الاجتماع إلى التوصل إلى صيغة موحدة للتعامل مع ما يسمى بصفقة القرن وبلورة استراتيجية لتسليط الضوء على الثوابط الوطنية الفلسطينية التي تحاول الإدارة الأمريكية تجاوزها في انحياز تام ومتطرف للجانب الإسرائيلي والذي بدى جليا منذ إعلان إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي الاجتماع الذي وصف بالتشوري ويتناول في أجندته الرئيسية القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والدولية يأتي بعد أيام من انتهاء مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية والذي وصف بأنه مؤتمر استعراضي ويمهد لإعلان ما يسمى بصفقة القرن مؤتمر وارسو أراد أن يرسل رسالة بأن قضية فلسطين لم تعد ضمن الأولويات بينما يأتي مؤتمر دابلين ليؤكد أن عملية السلام هي رأس الاستقرار الإقليمي ولا يمكن إلا أن تكون في صدر الأولويات حيث جدد لقاء دابلين التشوري التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحية ولا يمكن أن يستمر التغول الأمريكي والانقلاب على القانون الدولي المؤتمر الذي جاء بدعوة من الجمهورية الأيرلندية يعقد على مستوى وزراء خارجية بمشاركة مصر والأردن وفلسطين وفرنسا والسويد وهولندا وسط معارضة أمريكية إسرائيلية شديدة وينظم إلينا من رمضان سيدة محمد الحراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومن غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر أبدأ معك دكتور مخيمر كيف ننظر إلى هذا الاجتماع أو هذا التجمع لأنه تم تصنيفه على أنه اجتماع تشاوري مساء الخير يعني من الواضح بأن الأسبوع الماضي شهد العديد من المؤتمرات مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية وكذلك مؤتمر ميونيخ الأمني والآن مؤتمر دبلن وكما جاء في مقدمة هذا البرنامج يعني من الواضح بأن مؤتمر دبلن هو مؤتمر تشاوري للدول السبع التي تم ذكرها فلسطين مصر والأردن وهي الدول الأقرب إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودول أوروبا فرنسا أسويد هولندا وإيرلندا وهي دول تتأثر إلى حد كبير باستمرار هذا الصراع من الواضح بأن الإدارة الأمريكية أكدت في أكثر من مناسبة مؤخرا أنها سوف تعلن عن صفقة القرن الأمريكية بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة والتي ستجري في التاسع من إبريل القادم وأكثر من مسؤول أمريكي أكد أنه لن يتم تأخير إعلان هذه الخطة أو الانتظار حتى تشكيل الحكومة الإسرائيلية يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تهيئ الساحة السياسية الإسرائيلية لصفقة القرن حتى قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة السؤال الآن ماذا لو تم عرض هذه الخطة وهذه الخطة لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وأوروبا والدول العربية التي قد تتأثر سلبا إذا ما كما قلت أن جاءت هذه الخطة عكس ما تشتهي السفن ولا تلبي الحد الأدنى من الحقوق والثوابت الفلسطينية والتي قد تؤدي إلى دورة أو موجة عنف جديدة من الفلسطينيين أو انتفاضة جديدة خاصة كما حدث بعد مؤتمر كام ديفيد في العام 2000 دعني أقول لماذا أوروبا؟ أوروبا تتأثر بالصراع أكثر من غيرها لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول للسلطة الفلسطينية منذ أم تم إنشاءها في العام 1994 ثانيا أوروبا هي الأقرب جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وتتأثر بأي دوامة عنف جديدة في المنطقة سواء على مستوى السياسات أو حتى على مستوى خروج عدد كبير من المهاجرين من المنطقة إلى أوروبا ولذلك أوروبا تحاول أن توصل رسالة ولكن هل تستطيع أوروبا أن تقف في وجه هذا التيار الأمريكي الجارف؟ يعني هذا السؤال ستجيب عنه الأيام القادمة بتقديره سيد الحراني إلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تلعب مرة أخرى دورا مهما في القضية الفلسطينية؟ كانت هناك محاولات ومحاولات كثيرة في السابق لدفع أوروبا لكي يكون لها دور ولكن في آخر اللحظة تنسحب بسبب ضغوط من الولايات المتحدة أو عدم رغبة للمشاركة في هذه القضية هل يمكن مرة أخرى أن يكون لها دور خلال المرحلة القادمة؟ هذا أمر يتعلق بأوروبا لأن أوروبا قبلت خلال العقود السابقة أن تكون في الموضوع الفلسطيني أكبر ممول لعملية سياسية والسلطة الفلسطينية دون أن تكون قادرة على إحداث تدخل سياسي نتيجة للفيتو الإسرائيلي على تدخل هذه الدول بكل ما تمثل منطقة السياسية واقتصادي وبرغم أنها هي الأقرب إلى إقليم الشرق العوسط وتتأثر به في كل الأحوال أنا أعتقد أن هذا اللقاء التشاوري هو في منتهى الأهمية ويمكن أن تزيد أهميته إذا استطاعت أطراف عربية مع أطراف صديقة من دول العالم وازنة أن تدفع باتجاه إعادة تأكيد على الإطار الدولي الناظم المتعلق بالقضية الفلسطينية والذي كرسته طبعا قرارات كثير من المؤسسات الدولية ما تحاول إدارة ترامب عمله هو في الواقع إيجاد حل ملائم لمتطلبات الإسرائيليين يجحف بحق الفلسطينيين وفي هذا الصياق هناك الحديث عن صفقة العصر أو القرن هناك مؤتمر وارسو هناك ضغوطات تمارسها أمريكا من كل نوع على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بما فيها الحصار المالي حتى على المستجفيات إذن تحاول إدارة الأمريكية خلق إطار غير الإطار الدولية أنا أعتقد أن هذه مناسبة أولا الأهمية في هذا اللقاء التشاوري طبعا إيرلندا تشعر أنه في تشابه أصلا بين تاريخنا وتاريخها السويد لديها موقف أخلاقي واضح برغم كثير من الانتقادات الإسرائيلية لموقفها لأنها ثابتة عليه كثير من الدول الأوروبية تريد أن تقول أن لها صوتا آخر غير ما تروج له الإدارة الأمريكية وفي نفس الوقت وهذا السر لقاءهم مع أمين عام جامعة الدول العربية الرهان هذه رسالة للعالم العربي أن نذهب مجتمعين في إطار قوي ومتيل وهو القانون الدولي قرار الشرعية الدولية يمكن فيما بعد أن تدخل على الخط دولة مثل الصين مثل روسيا لأن الإدارة الأمريكية باتت بالفعل تحدث فوضى في العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي نعم دكتور مخيمار هل أوروبا قررت أن تدخل في هذا التوقيت نظرا للخلافات بينها وبين الولايات المتحدة في أكثر من ملف وتعامل الولايات المتحدة مع أوروبا على أنها ليست بالقوة القريبة حتى من الولايات المتحدة وعليها أن تنصع فقط لما تقول الولايات المتحدة فيتسعى لأن يكون لها دور في هذه القضية التي تشغل الولايات المتحدة ما من شك بأن هناك اختلافات كبيرة في السياسات الأوروبية والسياسة الأمريكية تجاه كثير من قضايا العالم ومن ضمنها قضية منطقة الشرق الأوسط لا يخفى عليكم الخلاف الأمريكي الأوروبي مثلا في موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا وترك الساحة السورية للروس وثانيا هناك خلافات حقيقية بين الدول حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية عديدة في هذا الحلف وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص العلاقة مع روسيا وكذلك موضوع الصواريخ قصيرة المدى ومن المؤكد كذلك أن هناك تناقض واختلاف كبير ما بين أوروبا وأمريكا فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أوروبا تتمسك بالقانون الدولي وتتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 242 والذي في دباجته يقول لا يجوز احتلال أراضي الغير بالقوة وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي التي احتلت عام 67 أوروبا تتعامل مع الضف الغربي وقطاع غزي والقدس على أنها أراضي محتلة وترفض مطلقا نقل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل الصفارة من تل أبيب إلى القدس ولكن للأسف لقضايا لها علاقة بالوضع الداخلي الأمريكي الانتخابات واللوب اليهودي نشهد انحيازا أمريكيا سافرا تجاه الصراع ودعم لإسرائيل في كل السياسات منها الاعتراف بالقدس وعدم اعتبار الاستيطان أنه جريمة حرب وحتى السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان لا يعتبر أن هناك احتلال إسرائيلي في الضف الغربي والقدس ولذلك هناك تناقض كبير بين الموقفين ولكن للأسف أوروبا ارتضت حتى اللحظة أن تكون على هوامش الصراع لم تلعب أوروبا وهي كما قلنا أكبر ممول مالي واقتصادي للسلطة وهي تستطيع أن تلعب الكثير ولكنها اتخذت لنفسها هذا الدور الثانوي أو الهامشي في منطقة الشرق الأوسط سيد محمد إذا صح أن موعد إعلان الصفقة والخطة الأمريكية للشرق الأوسط أو لفلسطين سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية أي في شهر أبريل وهي فترة ليست بيئة كبيرة هل ترى التحركات إن كانت فلسطينية أو حتى عربية مناسبة لهذه الفترة نعم أولا أعتقد أنه طبعا يلاحظ أي مراقب أن هناك تسعيد خطير إسرائيلي قبل الانتخابات لأن هناك تسابق بين أطراف اليمين لكسب الصوت الإسرائيلي اليميني على حساب مأساة الفلسطينيين والتسعيد ضدهم ما يحصل في القدس في الأيام الأخيرة وفي منطقة الخطر الآن أيضا أعلنت الإدارة الأمريكية بما يلائم حكومة الاحتلال عنها بعد الانتخابات لأن لا تؤثر عليها ستقدم أو تعلن عن صفقة القرن برغم ثقة الأمريكا وكل ما تفعله الحكومة الاحتلال نحن لن نقول أن هذا العمر سيفشل ببساطة هو سيفشل لأن الطرف الفلسطيني لم يكن لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي طرفا في صفقة تجحف بحق الفلسطينيين وستكتشف إسرائيل ومحة الإدارة الأمريكية أن القوة المجردة مهما بلغت عظمتها لا يمكنها أن تحل مسائل تتعلق بحق تقرير المصير لشعب موجود على أرضه يمكن لهم أن يضيقوا علينا ولكن مدام ليس هناك حل إذن كما نحن في مشكلة إسرائيل دولة احتلال أيضا ستكون في مشكلة لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية سر ترددها حتى الآن أنها فهمت أن العمر ليس بالبساطة التي فهمتها في بداية حياة إدارة ترامب ويتدرك مخاطر إعلان صفقة أولا فلسطينيين لن يكونوا طرفا فيها ما المطلوب الآن بصراحة؟ غير الموقف فلسطيني الواضح والمعلم والرفض الشعبي الأكيد لمثل هذه الصفقة لأننا نطلع إلى الحرية وليس إلا تكييف وجود الاحتلال بما يعبده في هذه الأرض بصراحة المطلوب موقف عربي أكثر وضوح واقعي غير مطلوب لا إعلان حرب ولا ما يحزنون ولكن الإدارة الأمريكية يجب أن تسمع شيئا أكثر مما تسمعه ترامب اختلف بحدة حتى مع الكونغرس مع كل أطراف هذا ولاحظ قد يحترم رئيس كوريا بالمناسبة ويجهد من أجل لقاؤه لدي عقلية خاصة يجب أن نفهمها نحن بصراحة كعرب ولكن حتى تكون هذه الجملة وضحها سيد محمد يعني خرج من بعض العواصم العربية تصريحات بأنها لن توافق إلا على ما يوافق عليه الفلسطينيون هل هذا يكفي؟ هذا مبدئيا جيد في السياسة جيد ولكن المطلوب أن نستعمل ثقلنا كدول عربية لإفهام الإدارة الأمريكية أن الذهاب بعيدا في التعدي على حقوق الفلسطينيين لن يفيد شيء أمريكا وسياستها برغم كل قوتها ليست قدرا نهائيا أنا أعطيك مثلا أندونيسيا لعبت دور مع أستراليا فيما تعلق بنقل سفارتها إلى القدس تراجعت عن ذلك نتيجة لوجود علاقات اقتصادية كبيرة لوحت أندونيسيا بكل وضوح بورقة الاقتصاد بأن هذه الخطوة إذا حصلت سيترتب عليها كذا أي أن القوة النائمة أيضا العلاقات الاقتصادية العلاقات الثقافية كلها يمكن إذا وضعت في سياق استراتيجي أن تفهم الإدارة الأمريكية أن العلاقة مع العالم العربي ليست مجانية وعلى حساب الفلسطينيين ومع ذلك نحن نستطيع أن نلاحظ بموضوعية أن الموقف العربي وتحديدا دول عربية وازن مثل السعودية في الوقت الأخير عادت التأكيد ومصر وغيرها طبعا عادت تأكيد على موقفها التقليدي الداعم والمساند للفلسطينيين سيد محمد الحراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح كنت معنا من رمالله شكرا لك ومن غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجماعة الأزهر شكرا لك شكرا لكم سيدتي وساتي على حسن المتابعة وإلى اللقاء